اهلا بكم مشاهدين من العناوين للتفاصيل قال المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان مجلس الامن اقر اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الارهاب بمجلس الامن الدولي باجماع الدول الاعضاء وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في يناير المقبل كما تترأس مصر لجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية اوضح المتحدث باسم الخارجية ان اختيار مصر لرئاسة تلك اللجان الثلاث له مدلولاته الهمة حيث يعكس ثقة اعضاء مجلس الامن لاسيما الاعضاء الدائمين في قدرة مصر على تولي مسؤولية ادارة عمل تلك اللجان المهم